بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أبنائي وبناتي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات المتتابعة لمراجعة ودراسة منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي معكم محمد فاتح عبدالهادي إدارة الغربقة التعليمية ومن المفترض أننا معنا الأستاذ الفاضل الزميل والأخ العزيز الأستاذ شحات مسعد إدارة كفر الشيخ أو مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ أهلا بكم جميعا وبأسرة كنترول وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله إن شاء الله شباب إحنا معنا نهضة الوحدة التالتة الوحدة التالتة في النحو العربي لو أنت حضرتك عايز تتذكر معايا معاك المبتدأ والخبر وحالات المبتدأ والخبر آه تقديم المبتدأ على الخبر وتقديم الخبر على المبتدأ أصدي معلش نقاسف تقديم الخبر على المبتدأ وحسف المبتدأ وجوبا وجوازا وحسف الخبر وجوبا وجوازا جميل معك برضو التقديم والتأخير والحسف في الجملة الإسمية وكل الحاجات دي هنتطرق لها إن شاء الله النهاردة على قد ما نقدر قدر المستطاع في الخمسة الاربعين ديئة اللي قدامنا مع حضرتك النهاردة برضو كان وأخواتها طبعا دي تقف عن نقصة ناسخة بتدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى إيه ويسمى خبرها كان أصبح أطحى أمس باتة صارة ظل ليس ما زال ما دام ما بارحة ما فاتئة منفكة وخد بالك في معلومة مهمة جدا في كانوا أخواتها أولاد كانوا أخواتها كل الأفعال اللي بتخش عليها ما بتبقى ما نافية ما عدا ما دام هي الوحيدة اللي ما مصدرية لإنه بيجيلك في الاختيارات وأكيد أنت طبعا النهاردة جربت الامتحان واللحظ فيه النهاردة قائم كله على التفكير ما شاء الله امتحان يعني هو كان المستوى فيه عالي شوية الرقي بيبقى فيه أعلى شوية قائم على التفكير بشكل بحث ما فيش حاجة من كتب وده الجمال في السنة ديان شاء الله والمنهج الجديد من طعام أفعال المقاربة والرجاء والشروع معك كادة وأخواتها كادة وقربة للرجاء وأوشكة برضو لأصدل المقاربة وللرجاء في عندك عسى وحارى وخلولقة وأفعال الشروع كلها بقى أخذ وبدأ وشرع وهبى وطفك وخلافه وحالة بقى ايه اقتران صبرها بقى أن فيه اللي يقل وفيه اللي يكثر وفيه اللي يجب وفيه اللي يمتنع يعني كادة وقربة كانت يقل معايا يا شباب حلو الكلام ومعاك كمان أوشكة وعسى كانت يقتر ومعاك كمان عندك اللي هي حارى وخلولقة كانت يجب وأفعال الشروع كان يمتنع اقترانها بأن معاك إنه وأخواتها وكانت الحتة الجميلة في إنه وأخواتها إن أنك أن لكن ليت لعله دخول ما عليها لو دخلت معا لإنه وأخواتها بتسمى مال كافة اللهم إلا إذا دخلت على ليتة ففي الحالة دي ممكن تكون كافة وممكن تكون يا أولاد وممكن تكون زائلة يعني لو جيت قلت لك مثلا ليتما قدام حضرتك هيا ليتما المصريين متحدون شغالة ولو جيت قلت لك ليتما المصريون متحدون برضو شغالة يعني دي شغالة ودي شغالة والله لو اعتبرت إن ما زائدة يبقى المصريين اسم ليتة لو اعتبرت إن ما كافة يا أصد زي أنا آسف لو اعتبرت إن ما زائدة يعني لو اعتبرت إن ما زائدة هتبقى المصريين اسم ليتة ولو اعتبرت إن ما كافة هتبقى المصريين مبتدأ مرفوع وعلامة رفاقه ايه الواو لانه جمع مذكر ثاني. معك بقى حالات كسر همزت انه وفتحها. آآ همزت انه لا تفتح الا اذا كانت مصدر مؤول. اذا اولت طبعا مع ايه اسمها وخبرها بمصدر. عندك لان فيها الجنس وشروط عملها بتعمل عمل انه من شروط عملها اللي يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. وان لا تصبح بحرف جر وان يكون اسمها نكرة او مضافا لايه لنكرة. عندك الجمل التي لها محل من الاعراب والجمل التي لها محل من الاعراب. الجمل التي لها محل من الاعراب جملة النعت وجملة الحال. وجملة الخبر وخبر انه وخبر كانه. ماشي كل دي جمل لها محل من الاعراب وكذلك جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء. انما الجمل التي لها محل لها من الاعراب. الجملة التفسيرية وجملة صلة الموصول والجملة الابتدائية وخلافه وهلوم مجرة كما يقولون. عندك الضمائر بانواعها. الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة وضمائر الرفع. تايل فاعل نال فاعلين نون النسوة وخلافهين. في السريع كده اما اجا اقول لك للشعب حق في الحرية. فين هنا المبتدأ شباب? المبتدأ هتبت كلمة حق. دوت هيبقى مبتدأ مؤخر ومؤخر وجوبا لانه نكرة وكان الخبر شبه ايه? شبه جملة. اللي بعده للعلم اهلوه برضو نفس القصة. هنا هتبقى المبتدأ كلمة اهلوه مؤخر وجوبا ليا شباب لان في ضمير بيعود على بعض الايه? يعود على بعض الخبر. جميل انا بذكرك تذكرة سريعة. متى الرحلة واين الاجتماع? وكيف حالك نفس النظام? المبتدأ هنا مؤخر وجوبا ليه? لان الخبر كان من اسماء الاستفهام التي تتصدر الايه? الجملة. العز في القناعة هي هي في القناعة العز. برضو هنا حضرتك هيبقى المبتدأ والخبر هنا يتأخر ويتقدم جوازا وليس وجوبا لان المبتدأ معرفة والخبر ايه? والخبر شبه جملة. طوافي عبدهم في البلاد هي 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 عبثهم طوافل لاتنين زي بعض. في الحالة ديت هيبقى ده مبتدأ وعبثة تبقى خبر. يا اما الخبر يبقى مقدم وفي الحالة ديت هيبقى مقدم جوازا والمبتدأ مؤخر ايه? مؤخر جوازا. انا بأكلم بسرعة لاني بذكرك عايز اخش معك على الاسئلة على طول. معك كمان حسف المبتدأ والخبر. في زمتي لا احكمان بشرع الله. في زمتي كاسم او قسم في زمتي. قسم في زمتي. المبتدأ هنا محزوف وقوبا. لان الخبر كان عبارة عن شبه جملة يشعر بالقسم. اللهم عندك صبر جميل صبري صبر جميل. عندك كمان نعمة صفاته الامانة. نعمة الصفات يقصد يقول هي الامانة. هي الايه الامانة يبقى هنا المبتدأ محزوف ايه? وقوبا. عندك كمان حضرتك هوة يمين الله لا احكمانا بشرع الله. المفروض ان هي يمين الله قسمي. يمين الله ايه? قسمي. في الحالة ديت هيبقى الخبر هو اللي محزوف وجوبا. ليه? لان المبتدأ كان مصصا يحفل قسم. يا استاذ محمد بعد ازم حضرتك ايه الفرق بين? ما قلتلي في زمتي لا احكمانا بشرع الله. تمام? وبين الجملة اللي حضرتك حاطتها لديت اللي هي يمين في اه او يمين الله لا احكمانا اه بشرع الا. يمين ايه الفرق? الفرق يا جماعة ان هنا المبتدأ نص صريح في القسم. كلمة يمين هتتعارب حضرتك مبتدأ. والله يا حضرتك لو لقيت المبتدأ قداما قسم يبقى ده مبتدأ وخبر محزوف وجوبا. انما لو لقيت القسم جاي شبه جملة بطبيعة الحال عمر شبه الجملة ما تبقى مبتدأ. هتبقى خبر المبتدأ بتاعها محزوف ايه? محزوف وجوبا. اللي بعده لولا المعلم لولا المعلم موجود وجات جملة زيها النهضة في الامتحان. تمام? لولا المعلم موجود ده انا اظلمت العقول. المعلم مبتدأ وخبر محزوف وجوبا. كل طريب وكتابه ما لهم متلازمان. الخبر متلازمان محزوف ايه? وجوبا. امست السماء غائمة. طبعا هنا فين خبر كلمة امست هتبقى كلمة غائمة خبر نوع مفرد. وامست طبعا طبعا كانوا اخواتها بترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. طيب فكان المطر. هل كان هنا في زمن المضى? ولا كان هنا بمعنى حلا? اه انت عايز تقول لنا يا استاذ محمد ان كان هنا فعلي تم. ايوة. اذا اكتفت كان بالمرفوع ولم تحتاج الى المنصوب اللي هو الخبر بتاعها اصبح المرفوع بتاعها دوت فاعل. اصبح المرفوع بتاعها يا ولاد اه فاعل جميل الكلام جميل الكلام. اخذت مصر تعود له سابق عهدها. اخذت مصر هنا بمعنى ايه? بمعنى بدأت مصر. هل هنا اخذت تمة ولا ناقصة? طب انا بعرف منين ان هي تمة ولا ناقصة? شيل اخذت كده حضرتك. هيتبقى امامك جملة كاملة هيه? الجملة مكونة من مبتدأ وخبر جملة فعلية وده شرط اساسي. وده شرط اساسي. طالما قدامك حضرتك مبتدأ. وخبر نوع جملة فعلية يبقى اخذ اللي قدامك ديت طالما تضمنت معنا الشروع. يبقى ديت فعل ناقص ناس اختبع كادة واخواتها. ويمتنع اقتران الخبر بتاعها بان يبقى مصر اللي قدام ساعدتك ديت اسمه اخذة. انما اصابق عهدها بعدما اخذت العهد على نفسها. من اللي اخذت هي اللي هي مصر. اخذت ايه? العهد. هل هي العهد تعمل جملة اسمية? اكيد ما تعملش جملة اسمية. يبقى اخذت التانية دي التامة. انما الاولانية ديت يا شباب الاولانية ناقصة. اده الفرق بين الاتنين. ان دي لها اسمه ولها خبر جملة فعلية. انما ديت لها فاعل وفيه مفعول وده الفرق بين الاتنين. اللي بعد حبيبي. ليت من مصريون او المصريين متحدين وده اللي انا قلتها. ما هنا بسميها مالكفة. وممكن تبقى زائدة ما عليت فقط. ما عليت فقط. وانا بقرب الكلام كتير اهو. طب لا طالبك اسول كأن بالزبط لطالبة ديت اسم لنا فعل الجنس وطالما مفرد بذكرك يبقى مبني. ممكن الاقيه مضاف وتبقى كده. لا طالب علم كسول. جميل الكلام. في الحالة ده وده مش هيبقى مبني. ده هيبقى معرب وهيبقى ممصوب. او اقولك لا طالبا علما كسول. وممكن هي هي لا طالبا للعلم كسول. ما انا بعرف المضاف من الشبيه بالمضاف ازاي يا شباب. المضاف ورا منه مضاف اليه وشرط اساسي في لن فعل الجنس ان اسمها يضاف لناكرة. يضاف لايه? لناكرة. انما لا طالبا علما ده اسمه شبيه بالمضاف لان بعديها معمول او بعديها شبه جملة. في الحالة هتبقى طالبا شبيه بالمضاف. وطالب علما دي هتبقى مضاف انما طالبه فقط هتبقى مفرد. والمفرد الوحيد اللي مبني. انما المضاف والشبيه بالمضاف بيبقوا ايه? بيبقوا معربيين. يميل. اللي بعده. الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل. يعني ما بقول لك المعلم يشرح الدرس جملة خبر سمعت المؤزن يجأر دي جملة حال. سمعت مؤزنا يجأر بصوته دي جملة نعت كل دي جمل لها محل من الاعراب. الجملة الواقع لجوابا لشرط جازم من لله فلا هادية له. طبعا خلي بال حضرتك. انا عايز اسأل السؤال زكي. ليه هنا جواب الشرط اقترم بالفاء ها? مين هيجاوب علي ومين هيرد علي? من يضلل الله? من يضلل ده فعل الشرط مضارع مجزوم عالم الجزمية السكون. ايه النتيجة فلا هادية له? مش ديت لان فعل الجنس يا ولاد? اه صح. ولان فعل الجنس بتخش على جملة اسمية? مظبوطة السيد محمد. يلا ركز معايا. اسميتهم طلبيتهم وبجامد وبما وقدولا وبالتسويفي. يبقى جواب الشرط هنا طالما جاي جملة اسمية يقترم بالفاء. والفاء ديت اسمها في النحو فاء الايه? فاء الجزاء. جميل الكلام? جميل الكلام. اللي بعد حبيبي. اه الجمل التي تقع مضافا اليه وجات النهاردة واحدة في الامتحان. مش عارف اسمها يوم ايه حاجة زي كده? فيه زرف يعني جات زيها بالزبط اهو. مش شبيهها ليه? يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الجملة الواقعة بعد الزرف بتبقى محل جر مضاف ايه? تب ليه يا استاذ محمد ما كانتش في محل نعت النهاردة? عارف لو كان قلت لك يوما وصفت يوما دي بجملة? كان ماشي. انما يوما طالما يوما مش منونة اعرف اني بعديها مضاف ايه? المضاف ايه? هنا جيه جملة. يبقى الجملة الواقعة بعد الزرف تبقى في حل جر مضاف ايه? مضاف ايه? والجملة التي تقع مفعولا به. قال الشافعيه. العلمه نور. وهكزا والجملة بقى التي لنا حل لها جملة ابتدائية وصلة الموصول. والجملة الاعتراضية. وجملة جواب القسم. والجملة الواقعة جوابا لطلب. والجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم. اذا عميت القلوب. اذا ديت ادات شرط غير جازمة. عميت فعل الشرط. جواب الشرط. فلا تنتظر من العيون انطرة. لا ما حل لها من الايه? من الاعراض. عشر دقايق بالزبط يا ولاد خدنا فيهم المراجعة السريعة. ندخل مع بعضينا على الايه? على التدريبات. صح صح معايا. طبعا انا كنت انتظر زميل العزيز الاستاذ شحاتة. ولكن يبدو ان في مشكلة معاه في النت مش قادر يدخل ولو حضرتك سمعني يا استاذ شحاتة اتشرف بحضرتك في الحصة. يلا شباب مع بعضينا. ليس لمصر الا ابناؤها البررة. اصح معايا كده لو اتكرمت. فين اسم ليس? انا بقول ليس لمصر الا ابناؤها. اولا اللام ده حرف جرط. مصر ديت اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لانهم منهم منصر. ينفع يبقى اسم ليس جر ومجرور? ها? ولا اسم ليس هتبقى كلمة ابناؤها? مصبوط. يبقى ليس ابناء اه 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 او ليس الا الابناء البررة لمصر. يبقى هنا الخبر لمصر. ركز معايا. مركز ان المبتدأ في ضمير يعود على الخبر? طالما المبتدأ في ضمير يعود على بعض الخبر بقى غصب عني وعنك اني لازم المبتدأ يكون في الحالة دي ايه? مؤخر. خد بالك كده من الاختيارات. ايه حكم تقديم الخبر في هذه الجملة? هل يجب? هل يجوز? هل يمتنع? هل يكل? اكيد طبعا يجب. صح? الله ينور عليك. ليه? لان الاسم في ضمير يعود على الخبر. طالما في ضمير يعود على الخبر اصبح هنا ايه? يا جبا. جميل. طيب لو جيت قلت لحضرتك مسلا هنا في المدرسة طلابكم. طب ارجع تاني معلش للشريحة العديد. طب افرض ان انا قلت الجملة دي كده. ركز معايا كده حضرتك لو تكرمت. ليس لمصر. ها? الا الابناء البررة. في الحالة ديت يا اولاد ايه بقى? فين الاسم هنا? الاسم هتبقى كلمة الابناء? فين الخبر هيبقى الجر والمجرور? في الحالة دية الخبر مقدم مجوبا ولا جوازا? فعلا هتبقى جوازا في حالة الجملة دي. انما في الجملة اللي قدام ساعتك فوق دية الخبر هنها هيبقى مقدم مجوبا لان في الاسم ضمير يعود على بعض الايه اولاد يعودون على بعض الخبر. اللي بعده. حبيبي لو جيت قلت لك في المدرسة طلابكم. ما هي نفس الكلام برضو. ما ينفع في المدرسة طلابكم? ينفع اقول طلابكم في المدرسة? اه ينفع في الحالة دي. ليه بقى? لان الضمير اللي هو ده لا يعود على المدرسة. اللي بقى لك هو لو يعود على المدرسة هيبقى غصب عني وجبرا يتأخر المقتدأ ويتقدم الخبر. انا بقول ايه تاني? برجع وبقول الكلام بالراحة خالص اهو. اهو بالراحة. ازا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر يتأخر المبتدأ وجوبا. انما ازا كان الضمير ملوش علاقة بالمبتدأ لا يبقى خلاص. عادي جدا. ايه المشكلة? يبقى بص كده قدام حضرتك كده. شوف الاختيارات. هل هنا المبتدأ ناكرة والخبر شبه جملة فيجوز التقديم والتأخير? ولا في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر? ولا الخبر شبه جملة والمبتدأ ناكرة? ولا الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة فيبقى جائز? فعلا كان الاختيار الاخير هو فعلا يجوز تقديم الخبر وتأخير المبتدأ والعكس وهو عتنخدأ وتقول لي المبتدأ فيه ضمير اي نعم فيه ضمير بس لا يعود على الخبر يبقى خلاص. خش علينا بعده. لما نجي نقول لك مثلا يمين الله لينتصرن الحق. هضرب سؤال كده حلو قوي للناس الكويسين معي. السطر الاولاني اللي قدام حضرتك ده عبارة عن جملة واحدة ولا جملتين يا ولادي? ده عبارة عن جملتين. بدليل ايه? يمين الله. حط تفاصلة? لينتصرن الحق. دي جملة قسم ودي جملة جواب لقسم. ركز معايا افتكر ان جملة جواب لقسم لها محلة لها من الاعراب. مين فاكر في الكلام اللي احنا قلناها من خمس دقايق. طيب ايه مين ديت? اسم ونص صريح في القسم. طالما نص صريح في القسم وتعارب مبتدأ وانا كنت لسه ايه لك عليها من دقتين. يبقى الخبر بتاعها محزوف وجوبا وتقديره قسمي. صح كده? ايه بقى السبب حس في الخبر? هل الخبر كون خاص? هل المبتدأ نص صريح في القسم? هل الخبر كون عام? ام المبتدأ معطوف عليه بواو تدل على المصاحبة? ما عنديش واو مصاحبة. فعلا زي ما انت بتقول وزي ما انا سمعك المبتدأ صريح في القسم. اللي بعده فعسى الهم الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. ايه حكم اقتران الخبر بان انا افكرك برضو في السريع وكل شريحة من دولي فيها شوية شغل حلوين. انا معايا كادة ومعايا قربة ادي مجموعة. معايا اوشكة. ومعايا عسى ادي المجموعة التانية. معايا حرة ومعايا قولقة ادي المجموعة التالتة. معايا بقى افعال الشروع ادي المجموعة الايه? الرابعة. كل واحدة من دولي لها شغلة ساعة البشر. كادة وقربة كانت يقل. الله ينور. الناس اللي شغال معايا. اوشكة وعسى كان يقصر اقتران خبرها بان. رابعليك. حرة وخلولقة كان يجب اقتران خبرها بان. افعال الشروع كلها بلا استثناء كانت يمتنع اقتران خبرها بايه? بان. ديت الحكم بتاع الاقتران الخبر بان. ركز بقى كده معايا. عسى بقى ديت يمتنع ولا يجب ولا يقل ولا يقصر. الله ينور عليك فعلا هتبقى يقصر. احسنتم جميعا. قال لبعده حققت النجاحة واني لمسرور. جميل. اني لمسرور. هل يطار? اللام اللي قدام ساعات تجدية. لا. هي اولا مبينتش جره. يعني اذهب للكتب. للمدرسة. ماشي. ليه هنا بمعنى الا. اضبان انها حرف جره. انما ديت لمسرور. اه واعتغلط وتنخدع فيها وتقول للخبر هنا شبه جملة. اللام ده حضرتك يا سيد محمد. هل هي لم جهود برضو? لا. ده لم الجهود دي بتخش على الجملة الفعلية. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وما كان الله ليعذبهم وانت ايه? وانت فيهم. اللي بعده. اه اللام في كلمة لمسرور هتبقى يا شباب. هل هتبقى لم قسم? ولا هتبقى لم ابتداء? ولا هتبقى لم حرف جر? ولا هتبقى لم تعليل? هتنخدع انت خلي بالك وهيطلع لك اختيار حالة ما انتش متوقعة. تخيل ان ديت لم ابتداء. طب لم ابتداء ازاي? وانا ما بدأتش بها الكلام. يا حبيبي ما هي لم الابتداء ديت? اللي هي بتتزحلق من المبتدأ للخبر في دخول انا. يعني هي المفروض اصلا. لا انا اهي. لا انا مصرور. اصحى معنا في الجملة اللي انا اللام دي. اللام دي مفتوحة هي. ودي اسمها لام لابتداء. وسيلة من وسائل التوكيد. انا دي الضمير مبني في محل رفع مبتداء. ومصرور هتبقى خبر مرفوع علامة رفعي الضم. يبقى اللام دي لام لابتداء للتوكيد. للايه التوكيد? تبقى خلها انه بقى ينفع اقول ان لا انا مصرور? هل انت دماغك قبلها وودنك قبلها? اكيد لا. هتطر ان انا زحلق اللام دي من المبتدأ للخبر. هشيل اللام من هنا ودخلها على كلمة مصرور. هتبقى ان انا لمصرور. اللي هي انني او اني لمصرور. فهمت يعني ايه كلمة لام لابتداء? هي فعلا لام ابتداء. بس اتزحلقت من المبتدأ للخبر. بسبب دخول انا عليها. فهي لام لابتداء. هي هي اللام المزحلقة. وما تتحكش في سرق. تمام? اللي بعده. اما اجا اقول الكنوزي. ما ان مفاتحه لتنقى بالعصبة او لتنقى بالعصبة يقول القوة. سبب كسرة همزت ان في الاية الصادقة هتبقى ايه? وقعت في اول الكلام? والله وقعت في اول جملة الحال? والله وقعت في اول جملة الصلة? ركز ركز. ها? تمام كده? والله وقعت في اول جملة القسم. انا ما عنديش قسم. ولا هي في اول الكلام. احنا نازم نتكلم كلام كده ايه? عقلي مشوية. انا عندي ايه النهاية? جا بعد ما? يبقى هي اللا وقعت في اول جملة جواب القسم. فاضل معايا جملة الحال وجملة الصلة. ايوه. دي وقعت في اول جملة الصلة ليه? لان انا عنده حضرتك ههية ما? موصولة. ما ان مفاتحهم. جميل الكلام? ما ديت ما موصولة? يبقى بعد اول جملة الصلة بتلاقي حمزة انها بتلاقيها ايه? مكسورة. اللي بعده? قال الشاعر. قال كل شيء ما خل الله باطله. وما خل الله باطله. وكل نعيم لمحالة زائله. علل رفع كلمة باطل. تعال كده معايا. بالراحة. قال ديت استفتحي. كل ديت ما جاء عاربها عاربها مبتلة. طب كل شيء مضافئ ليه. ما خلط الله. دي جملة اعتراضين. ما? خلط. اللي هو الفعل اللي هو تابع داتي استثناء. ماشي. ده فعل عادي. والفعل ده من المستطر. والله لفظ الجلالة ما فعله منه. كل شيء ماله بقى. ماله ماله كل شيء. باطل لا. يبقى اعراب كلمة باطل هتبقى ايه? اكيد انت قلتها في سرك هيا? هل هي خبر لمبتدأ? ولا خبر لمبتدأ مؤخر? تمام? ولا هي? هي اصلا اخر كلمة في في المثال. فما ينفعش اقول عليها خبر لمبتدأ مؤخر اصلا. يا لو خبر لمبتدأ مؤخر كان زمانها مقدمة والمبتدأ مؤخر. واللي هي فاعل لخلا. خلا مالهاش اصلا هنا فاعل لانه سبقت بما? واللي هتبقى حضرتك خبر لمبتدأ محذور? اكيد هتبقى خبر لمين? كلمة كل. جميل? جميل. طيب. ولا تخافون انكم اشركتم. ولا تخافون انكم اشركتم. المصدر المؤول بيتعرف ايه? فكرني الاول يا استاذ محمد بالمصدر المؤول. المصدر المؤول لما اجا اكتبها لك كده هي المصدر المؤول. المصدر المؤول كان قدامك على تلات اشكال. يا بتلاقيه ان زائد الفعل. جميل? غالبا ما بيبقى مضارع. يا اما ما زائد الفعل. غالبا بتلاقيه ماضي. اما ان غير ان دي حضرتك. ان دي اداة نصب. انما ان دية حرف نسخ نصب. زائد الاسم والخبر. اسمه ايه? هو خبر. جميل? طب انا بحول المصدر المؤول الى مصدر صريح ازاي? يا اما من الفعل مباشرة مع ان? يا اما من الفعل مباشرة مع ما? يا اما من خبر انه بشرط يكون مشتقق او جملة فعالية. اللهم الا ازا كان خبر انه جامد بزود كلمة ايه? ها? كون رابو. انا سامع ناس بتتكلم معي هو. يعني لما اجا اقول لك مثلا علمته انك ها رجل رجل ما ينفعش ان انا اجي احول المصدر المؤول اللي هو انك رجل ديت. لمصدر صريح. اقول علمت رجولتك. يا راجل ده اسمه كلام? علمت رجولتك? لا ما تنفعش. هتبقى علمته كونك رجل. كونك ايه? رجل او رجلا بقى. عشان هتبقى خبر لمين للمصدر العامل. مش علينا احنا اعمل المصدر. المهم معلينا. ده التحويل من المصدر المؤول للمصدر الايه? الصريح. طيب ولا تخافون انكم اشراكتم. ما تنفعش ولا تخافون اشراككم لان اشراك اشراك خلي بالك. اشراككم. تمام? اه في كاف نقصة انا اسف. اه اشراككم صحة كده. تمام? طيب من اللي بيخاف هو هو الجماعة اللي هي انتم انتم فاعلي باشراككم دي هتتاري بايه? مفعول به. يبقى المصدر المؤول يعرف ايه? ايه? وصلت هي بقى. في محل نصبه اكيد. ها? مفعول به الاختيار الاخير. تمام? في خطأ هنا في الكتابة قدام ساعدتك. مين هيكتشف معي الخطأ? هل ينفع التنوين اللي نحط على الالف هنا يا ولاد? وتحط على الالف ده? ده خطأ وجل لما اللي يسفه. المفروض تبقى التنوين هنا على الرأ والتنوين هنا على الميم. ليه? لان الحرف الالف اللي في الاحبود دي الاف زي ايه ده? بتظهر للتنوين والتنوين هنا خلي بالساعدتك هيبقى على الرأ وعلى مين? وعلى المين? اللي بعده? لما اجا اقول لك حجك حج مبرور. تب ينفع بالله عليك ينفع? مش احنا لسا قيلين من شوية. المثال اللي انا طرحته في المراجعة في الاول. اللي هي على لسان سيدنا يعقوب ابو سيدنا يوزر. قال تعالى ايه فصابر جميل والله المستعنوا على ما تصفون. مش فصابر دي خبر. والمبتدأ بتاح محزوف وجوبا لان اسمه مصدر النائب عن الفعل. وتقدير الكلام. فصابري ها صبر جميل ايوة. يبقى ما ينفعش اقول حجك حج مبرور. لا هي اقول حج مبرور او حج مبرور وزنب مغفور على طول. هي تقديرها حجك حج مبرور وزنبك زنب ايه مغفور. يبقى لما يجي اصوى بالخطأ اللي في الجملة ديت اشيل المبتدأ لان كلمة حج ديت هتبقى خبر لمبتدأ محزوف وجوبا وليه هو خبر لمبتدأ محزوف وجوبا لان انه مصدر نائب عن الايه? عن الفعل. وهتبقى حج مبرور وزنب مغفور. تمام? من ضمن الكلمات الجميلة برضو. معاك حضرتك هنا. اما اقول ثمة خلاف بيني وبين الطالب الكاثول. هتفرق يا استاذ محمد ما بين كلمة ثمة وثمة? لا مش هتفرق. الاتنين واحد. اولا ثمة وثمة الاتنين دوني ظرف بمعنى هناك. او هنا يعني. اما اقول لك هناك خلاف. اعدل انت بقى جملتك كده وتكلم معايا. اقول كده انت بتقول ايه? بتقول هناك خلاف. اهو. هنقولها ايه? هناك خلاف. اما نيجي نقارب نص بظرف ما كان المهم ان هي ظرف. ومعنى ان هي ظرف تبقى شبه جملة خبر مقدم? يبقى خلاف اللي بعد منها مبتدأ ايه? مبتدأ مؤخر. يبقى خلاف ديت مبتدأ مؤخر. طب يا استاذ محمد بعد ازم حضرتك. هل في فرق بين ثمة اللي انت لسه اقيلها? والثمة اللي زيها. قلت لك ثمة ديت بمعنى هناك. ثمة ديت بمعنى ايه? بمعنى هناك. وثمة بالزبط هي هي ثمة. هي هي ثمة. لين زي بعض? هسأل السؤال اللي تقول لك قبل انت ما يبقى صعب معنا شوية. هل في فرق بين? ها? ثمة لهم مفتوحة. وثمة لا ما فيش فرق. هل في فرق بينهما بين? ها? ثم سه مضمومة. وثمت اه هنا في فرق. ليه بقى? ثمة وثمة ديت دي بمعنى هناك. دي ظرف. فوق ديت ايه? دي ظرف. انما ثمة وثمت اللي اتنين دولي. اللي اتنين دولي حرف عضو. حرف ايه? حرف عضو. طب احنا سمعنا ثمة. انما ما سمعناش ثمة. اللي اتنين زي بعض. يعني ثمة بالثائل المضمومة هي هي ثمة التاء المرسوطة. يعني لما اقول لك مثلا دخلت المعلمة ثمت. ما اختلفش الكلام عن كلمة ثم الاثنين زي بعض. حرف عضو. دخلت فعل ماضي. والتقتق التأميسي معلمة فاعل. ثم وثمت الاثنين حرف عضو خرجت هتبقى فعل ايه? فعل ماضي. يبقى كلمة ثمة ديت. اعراب كلمة خلاف اللي بعد منها هتبقى اكيد هتبقى مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفيه ايه? ايه? ادام. اللي بعض وشباب. صار معلمية موفقين. الله على المسال ده والله هو يشكر السشة حتى. بس المسال ده بتاع السشة حتى بقى. تمام? تعالى نفرد الجملة دي صح. ديت صار. معلمية ديت دي جامعة مذكر سالم. اللي هي المفروض معلمونين. يعني متكالي. اصحى معايا في اللي انا هقول. وموفقين. الله صار. معلمون. اسم صارة مرفوع بالواو. وموافقين خبر صارة منصوب بالياء. طب انا عايز اسنى كلمة معلمون الياء المتكلم. طب انت هتقرب الياء المتكلم الياء السيد محمد. ها? عارب انا ايه? مضاف. اللي ايه? صح? تمام? العام المضاف اللي نون جامع المذكر السالم. والمضاف اللي اعداء ما بيحبوش بعض. كارهين بعضهم ملكين. اللي بلازم هشيل النون. طب اللي عليك. انت هتنطقها وتقول. معلموني. ولا هتدخل الواو في الياء وتشد الياء. فعلا ده ما هيحصل بالزبط. بالزبط. هي هي بالزبط. هتبقى معلمية. لابا ما اجا اعرف معلمية ديت. هتبقى اسم صارة مرفوع وعلامة رفعيه الواو. لانه جامع مذكر سالم. وتعذر ظهور الواو بسف بيئة ايه? المتكلم. اتمنى ان انت تكونوا فاهمين من حتى بيه قويس قوي. هتبقى اسم صارة مرفوع وعلامة رفعيه الواو. جاميل الكلام. طيب تعال على اللي بعده. وطنون لغالي مصر شعبه راكن. جاميل قوي. وطنون لغالي مصر راكن شعبه. ايه الفرق بين اللي اتنين. اقول لك انا. انا كراجل طالب سنوية عامة احلى حاجة عندي في الدنيا اما اجيز تلمي في قطع اللي قدامي او الجملة اللي قدامي. انا احدد اركانها الاساسية. وطنونة. الغالي. مصر. كلام ما تتمش. ماله. شعبه راكن. اه يعني انت حضرتك عايز تقولي ان وطنونة دي مبتدأ وشعبه راكن خبر. طيب ما شعبه راكن اصلا جملة اسماني. يبقى شعبه مبتدأ تاني. وطنونة ديت يبقى مبتدأ اول. وراكن ديت المفروض اللي هي كلمة راكن. مين يفتكر معايا ويذكرني ويقول ليه انا حزفت الياب بتاعة راكن. قال لك شرطين كنين? لازم كلمة تكون نكرة? انت اول شرط. الشرط التاني الرافع او الجر. الرافع او الايه? او الجر. والله اي اسم منقوس? اخ رياء. لو جه نكرة مرفوعة او نكرة مجرورة بتحزى في الايه? بتحزى في بياء على طول وش? على طول كده. يبقى شعبه دي مبتدأ تاني. انما وطنونة غالب ماله. راكن شعبه. الله. طيب بقت راكن هنا هي الخبر. وخبر مفرد لكلمة وطنونة. طيب كلمة راكن هي تأفكرها. مش دي اسم فاعل. عامل. اه بمعنى يركى. تمام. مين اللي يركى? شعبه? ايوة. يبقى شعبه دي تقريب ايه? فاعل لاسم الفاعل العامل عامل فاعله. يبقى اعراب كلمة شعبه ايه بقى? ها هناخدها ايه? هل هتبقى فاعل ومبتدأ تاني? ولا مبتدأ تاني وفاعل العكس? ولا مبتدأ وخبر? ولا خبر ومبتدأ تاني? تمام الله ينمر عليكم هتبقى مبتدأ تاني وايه? وايه? فاعل. جميل على اللي بعد. ان المصريون او المصريين شاكون طريقهم نحو التقدم. انت وضع فاعل من افعال المقربة اللي هي اوشاكة. ركز معاها في الكلام اللي هقوله. هل هتبقى اوشاكة المصريون شاقين? ولا اوشاكة المصريين شاكون? ولا اوشاكة المصريون ان يشكوا? ولا اوشاكة المصريين يا شكون. في حتبة اختيارات كده دازم تتشال. اولا ما انفعش اقول اوشاكة المصريين. دير كينة. ليه? لان اوشاكة وكادة وكاربة وعسى وحارة وخلولك افعال الشروع بتعمل عمل كينة بالزبط ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. عكس ان يبقى انا هشيل المصريين دي وهشيل المصريين دي. فاضل معايا المصريون والمصريون. يا طرق اخد الاولانية ولا اخد التانية? طب افكرك برضو بحاجة تانية. مش خبر او شكل اللي هي كادة وكاربة وعسى. اكيد هتبقى ان ايه? ان يشكوا. جميل يا شباب. يبقى الخبر هنا ان يشكوا. خبر جملة ايه? جملة فعلية. تمام يا استاذ شحاطة. لو تذكر ابنائنا الطلب استاذنا الفقر. بحكم اقتران خبر كادة بان لو تكرمت. بالنسبة لي الوجوب مع الفعلين حرة وخلولقة. وبيقل مع كادة وقاربة وبيكثر مع اوشاك وعسى. ايه? وعشان وبيمتنى طبعا ما يقول لي فعل الشروع. لو اولادنا يمثم الشين والسين او شاكة وعسى يكثر. حرة وخلولقة بيجب. الكاف والقاف كادة وقاربة بيقل ويمتنى مع اوشاك وعسى. ايه? 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 صح. قربت هنا وانت جامد فعلا. كادة وقاربة طبعا فعلا بيقل. وقلت حضرتك اوشاك ايه? وعسى بيكثر. ادي الايه? الاختيار التاني. التالت طبعا كان معانا حرة واخلولقة دي كانت اه يجب. وبعد كده افعال الشروع كلها كانت ايه? اه يمتنع. اشكرك استاذنا الفاضل. طب اتفضل حضرتك كده معهم كده في الشريحة القادمة استاذ شحاتة بيقول لهم مررت بالذين انهم حاضرين. لنصوب الخطأ نقول يا استاذ شحاتة مررت بالذين انهم ولا بالذين انهم حاضرون ولا بالذين انهم حاضرين ولا بالذين انهم حاضران. اتفضل حضرتك. طبعا احنا بننبه ابنانا ان لما يقول لك تصوب خطأ لا تعتقد انه ممكن يكون خطأ واحد. دايما نشك انه ممكن يكون اكثر من خطأ في الجملة. قد يتلاعب معالك تلاعب وفظي قد يكون هناك بعض الهمزات قد يكون اعراب خاطئ. دي طبعا من المواضع فتح وكسر همزة. انه وطبعا اللازم اسمه وصول. فهي من المواضع التي يكسر بعد همزة. انتبه احنا عن الطمن لكده. يبقى انا هشتغل على ما فيه انه بالكسر بعد اسمه وصول. نجبة انه انت هتشغلها كحرف ناسخ. فالضمير المتصل بها بالتأكيد هو في محل ناص باسمه. هتبقى لك الخبر. هل الخبر خبر انه منصوب ام مجرور? طبعا هو الكلام على الجامع وهم ضمير جامع. يبقى ينفعش معها حاضران. طيب خبر انه المفترض انه مرفوع. يبقى ينفعش حاضرون الاختيار التالي. يبقى انهم اه 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 انهم حاضرون هو الاختيار الصحيح. فانا هنا تعملت مع خطأ اين وليس خطأ واحد. وان كان صغلت السؤال صوي بالخطأ. فلا تعتقد ابدا. انه خطأ واحد. ايه صح. تمام. يعني هنا عندي خطأين زي ما حضرتك ادركت اليوم. وتشكر كمعا دي مواضع كسر همزت انه في اول الكلام واول جملة صلة واول جملة ما كل القول وبعد كل الجمل دي كلها حبتك بيجي بعد منها همزت انها بتبقى ايه مكسورة. شكرا جزيلا استاذنا الفاضل. ندخل على الشريحة التالية استاذنا. كلا ان كتاب الابراري لفي عيديين. اه. قصة همزت ان استاذ بلال. اه. نستمتع بقى الاستاذ بلال. فارس المنصة. اه. اه. هل لانها وقعت بعد فعل ماضي استاذ بلال. ولا بقى امكان تأولها هي وما بعدها بمصدر. ولا وقعت في صدر الجملة الحالية. ولا وقعت بعد. كلا. هتبقى ايه استاذ شحتة. طالما الاستاذ بلال ممكن نكون مش سمعنا. هتبقى وقعت. كلا معروف ان هو من حروف الرضع والزجر. وبعد الاستفتحية فبتكسر همزت انه معها. فاكيد هنا كسرت همزت انه الوقع بعد الا. استاذ بلال فتح معنا الصوت. طبعا مواضع كسر همزت انه دي من اهم الاسئلة اللي كانت موجودة في النظام القديم. طبعا الامتحان ما هو الا النظام القديم ولكن بتوب جديد. بتناول جديد. فيجب ان الطالب يكون عارف هذه المعلومات كمعرفة. لكن ينتبه زي ما استاذ شحتة قال هناك ممكن تكون في تلاعب لفظي او غيره. فضع. تم اه الاسم المناسب هو الشباب وعايز ضبطه. طبعا احنا خلاص عارفنا يا استاذ شحتة اني ليت من اخوات انه. واذا دفلت عليها ما ديت هتبقى يا اما حجم الاتنين. اما هتكون ما كفة او ما زائدة. والله لو كانت ما كفة يبقى اللي بعدها يتعارب مبتدأ. ولو كانت ما زائدة يبقى اللي بعدها يتعارب اسم ايه. اس. ليت. هزينا اخد اختيارات كده وقول السبب للاولاد. هل هي اسم ليت منصوب وعلامة نصبيه الفتحة لكلمة الشباب? ولا هتبقى مبتدأ مرفوع على ترفعي الضمة? ولا خبر ليت مرفوع علامة رفعي الضمة? ولا الشباب بالنصب والرفع جائزة. فضل استاذ الفاضلي. طبعا اكيد الشباب بالنصب والرفع جائزة لان من المعلومة بالضرورة ان ما الكفة اذا دخلت على انا واخوتها بتلغي العمل كله قولا واحدا ما عدا ليتا فبيجز فالاعمال والاهمال. وعليك كلمة الشباب اذا وقعت هنا فاحتمال ان ليتا تعمل اتبقى مرفوعة. اه منصوبة. وليتا لا تعمل فنعرفها مبتدأ. فالاختار الصحي الاخير الشباب بالنصب والرفع جائزة. نعم. اشكرا كباشا. تمام. اه هتبقى فعلا الشباب بالرفع ولا ايه والنصب جائز. الاعداء كادوا لنا. الواو في كلمة كادوا يا استاذنا الفاضل الاستاذ بلال. الاعداء كادوا لنا. هل هتبقى خبر كادة? ولا اسم كادة? ولا فاعل? ولا لا محل لها? وليه? طبعا سبق السيف العز. اه هو طبعا هنا برضو بنتكلم عن التلعب اللفظي. اول ما الطالب بيشوف كادة هو بيحتمل بيضع احتمل انها من افعال ايه المقاربة. ولكن احنا كنا افعال مقاربة بتفرق عن بقية الافعال المقصة. كان لابد ان يتوفر لها خبر جملة فعالية فعالها مضارعة. اذا لم تجد خبرا جملة فعالية فعالها مضارعة. يبقى تأكد ان كادة هنا تم. وهي واخده معنى تاني. كادة بمعنى قربة من اخوات الافعال المقاربة. انما كادة هنا بمنى الكيد. وعلا فهي تمة. وهو جماعينا ضمير مبني في محل الراف فعال. اذا الواو. اذا الواو اللي قدامنا ديت. لان كادة هنا بمعنى مقرة. بمعنى يكيد او يمكر يعني. فتبقى واو الجماعة اللي قدامنا ديت فاعل. وطالما ما ملهاش خبر جملة فعالية زي ما الاستاذ الشحاطة تفضل. يبقى فعلا ليست ايه? ليست ناقصة. السؤال التاني. أليس الله بأحكامي الحاكمين? نوع الخبر هنا احنا ممكن ننخدع فيها. هل هيبقى مفرد? ولا يبقى شبه جملة? ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية? ونفسنا نسمع الاستاذ بلال. تمام? ليس الله بأحكامي الحاكمين? نوع الخبر او تفضل حضرتك استاذ الشحاطة لو الاستاذ بلال مش سمعنا. تمام? ليس الله? اه هنا ابنائي. لابد ان نفرق بين حرف الجر الزائد وحرف الجر الاصل. حرف الجر الزائد هو زائد في الجملة ويمكن الاستغناء عنه. فمعنى زيادة انه ليس رقنا اساسيا في الجملة. فعليه حرف الجر الزائد. اذا دخل على الخبر في ليس نعلم ان خبر ليس هنا مفرد وليس شبه جملة. تمام? موضوعين بيكون فيهم الخبر مفرد وفيه خداع. بعد الحرف الجر الزائد واذا كان مشتقع عامل. البعض بيعتقد برضه في المستقع العاملة مثل محمد. ان المستقع العامل بيعمل عمل الفعل. اه هو بيعمل عمل الفعل لكن هو في الحقيقة مش جملة فعليه هو اسم. وعليه هنا الخبر مفرد. وهتبقى باحكم خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. نعم يعني هي تبقى هي طبيعة الجملة ليس الله. الله لفظ الجلال اسم ليس. واحكام هي خبر ليس منصوب. بس دخلت حرف الجر الزائد يبقى حتى لو دخلت حرف الجر الزائد فهو خبر ايه? مفرد. لا طالبة في الفصل غائم. نوع اسم لا. هل مضاف? ولا شبيب المضاف? ولا مفرد? اه 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 هنا عايزين ننبه ابنانا. اولا انا ما عنديش نوع اسم لا السشة حتى حاجة سهل. اه اه تفضل. اه اه الطالب دايما احنا بنقول لي ابنانا اطلع الخبر الاول. لو تبقى لك اكتر من كلمة اعرف انك مع مضاف او شبيب المضاف. لكن هنا جزيخ دعا الجر والمجرور. ازاي تعرف الجر والمجرور لما يجي بعد اسم لا? هل هو مفرد ولا مضاف او شبيب المضاف? اذا صح الجر والمجرور انه يصلح مشتق. انه يصلح معمول لمشتق. يعني مثلا قلت لا طالبا للعلم. هنا للعلم تنفع لا طالبا علما. يبقى شبيب المضاف. لكن هنا لا طالب في الفصل. هل هنا اضافة? لا مفيش اضافة الجر والمجرور. فاذا وجدت ان الجر والمجرور لا يصلح اجابة المشتقه اتبجرت كلمة واحدة يبقى اكيد اسمي له هنا ايه مفرد وليس مضاف ولا شبيه بالايه بالمضاف. اشكرك يعني انا حمراك عايز تقولي اذا كان الجروة المجرور مكمل للاسمه وسش حتى يبقى اسمه شبيه بالمضاف. طالب اضاف معنى للايه بالاسمه. اشكرك. هي طبيعة الجملة لطالب غائب. يبقى غائب ديت يلا خبر. خبر لنا فيها للايه للجنس. يبقى هنا نوع اسمي له هتبقى طالب هتبقى ايه? زي ما حافظتك تفضلت وقلت هيبقى فعلا مفرد وبالتالي هيبقى مبني. وفي حتة تانية كمان وسش حتى. ده لو كان حضرتك شبيه بالمضاف كان زمانها لا طالبا. زمان ايه? لا طالبا لان المفرد ينوع. اه اللي هيمنعهم التنوين. لا يمنع من التنوين. اللي بعد حبيبي ما الطالبه حاضر لكنه غائب. اعراب كلمة غائب ايه? هتبقى معطوف مرفوع. خبر لكنه اسم لكنه منصوب نعت منصوبة. هتبقى يرسوش حاضر تفضل في حضرتك. طبعا برضو احنا هنا بنشتغل على الطلاب اللفظي ان الطالب اول ما بيشوف لكن اوز محمد هو بيعتقد انها ايه? حرف عطف وخصوصا ان الجملة فيها نفي وايه? واثبات. لكن اه حرف العطف لكن وبالا ولا بتاعطف كلمات مقردة. فاذا لجهت لكن كحرف عطف وجملة برضو فيها نفي واثبات ولكن متصلة او بعدها جملة اسمية كاملة اعرف ان ديت مش حرف عطف ولكن دي لكنة حرف ناسخ من اخوات انا. وعليه? الها هنا اسمها وغائب ايه? خبرها. يبقى هنا هو بيقول لي اعراب غائب هنا هيكون خبر لكن مرفوع. انما عشان تكون عطف حقول ما الطالب حاضر لكن غاضر. انما لكن برضو. ايه انا ونت لا احترم يا سولة لكن المجتهد يبقى لكن دي في الحلقة دي حرف عطف. نافت الحكم عن اللي قابليها واثباته لما بعدها. لكن العاطفة اوز محمد ننها ساكنة نمع لكن من اخوات انه ننها مشددة. ايوه? اشكرك صح كده يبقى فعلا زي ما حضاك تفضلت تبقى غائب دية خبر لكن مرفوع بالضمع. آآ قلسته بداعن او قلسته بداعن الحق ان ده حصف الباق تصبح الجملة. طبعا كلمة داعن ديتو السيد الشاحات عايزين نفكر ابنائنا ان طالما جاي ناكرة مرفوعة او ناكرة مجرورة بشيل الياء. يعني الوقت اسم اسمه الاسم لايه? اسم المنقوص دي هي داعي. قلنا ناكرة مرفوعة او ناكرة مجرورة. نفس الكلام اللي حضاك قلته من شوية. الباق ده حرف في جر الزئن. يبقى المفروض داعي ديت تبقى هي في الاساس كانت داعيا وطالما كانت داعيا يبقى ده خبر ليس مفرد وليس شبه ايه? وليس شبه جملة حتى هلأ تبقى لست داعي ولا لست داعيا ولا لست مدعي اكيد اتبقى لست داعيا. شريع. تمام. اشكراك. آآ الامهات يحرصنا على تعليم بناتهن ضع ضمير راحة منتفصل مناسب بدلا اللي ما تحتاجه خط. آآ آآ ضمائر الرفع المنفصلة او استاذ محمق او استاذ شحاتة تبدأ بمين? تبدأ بانا? وايه? ونحن. وعندك هو الحد هن. اه هو هي هم هم هن والكلام ده. وعندك انت. المخاطر وانت 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 وانتون. اه. حد انتون. دول هنعدهم هنلاقيهم اتناشر ضمير يا ولاد. هنلاقيهم اتناشر ايه? ضمير. اختار بقى الايه اللي يجبك. هل الامهات يحرصنا? اقول انتون يحرصنا? ولا هن يحرصنا? هنشوف الاجابة بتاعتنا هتبقى هم. اه مينفعش برضو ايه? اه ممكن اقول هن يحرصنا? ولكن الاولى اه اقول ايه? هن. اه هن. يحرصنا. اه. تمام. امتى نقول انتون باقصة الشحاتة? لو احنا قلنا انتون تحرصنا. اه. ايوة. لو قلنا انتون تحرصنا مخاطب. يبقى للتمييز بين المخاطب والغائب اولاد. اه احط انتون مع التاء وهن مع مين مع الياء? مع الغائب. وهكذا. السؤال التالي الشريحة التالية. لما نيجي نقول ساعدنا جميع الفقراء في القرية. وساعدنا جميع الفقراء في القرية. هتفرق طبعا جميع من جميعه اكيد. والسالة الشحاتة هتفضل ويشرح حالنا. نحل الاعراض للضمير. طبعا هو اتاني جميعه لاسس انها ما اقول به. يبقى كده الضمير هي الفاعل. اما هو مساعدنا جميعه جميع الفاعل. يبقى كده الضمير ما اقول به. في علامة كمان بتماسه ايضا محمد بناء الفعل مع الناء. لو انا مش انا بخدتها بالمعنى الاول لانه غالبا مش هشكل الفعل. فاحنا لو ساعدنا يبقى هنا اذا الفعل بنى على السكون فناء هنا ناء الفاعلين. اما اذا الفعل بنى على الفاتح فهي ناء ناء المفعولين. اي 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 بدينا فعلا ايه مفعول به. صح كده حضرتك كده. اللي ساعد هنا جميع الفقراء ساعدوا من ساعدون احنا يبنى هنا مفعول. انما هنا اللي ساعد احنا الفعل ساعدنا مين جميع. هتبقى الاختيار الاخير في محل رفع فعل. وفي محل ناصب ايه مفعول به. انا سعيد بفوز فريقي. خاطب بالعبارة الصديقة جماعة الزكور. ومعنى خاطب ابنائي وبناتي. اننا اشتغل بقى في الضمير انت وانتي وانتم وانتنة لحد ما توصل لايه لانتنة. بجماعة الزكور. انا سعيد. هل هتبقى انتنة سعيدات? انا بقول جماعة الزكور. هل هتبقى انتم سعداء? هل نحن سعداء? هل هم سعداء? احنا قلنا خاطب تبقى ايه يا استاذنا الفاضي? اكيد اكيد. انتم سعداء. الشريحة التالية. الطالبة خرجت وانتي خرجتي. الطالبة خرجت. تفضل وسيش حاتة. طبعا. انا عندي تاق التانيس يا ولاد قد اذا كانت ساكنة فهي علامة التانيس ولا ما خلالها من الايه من الاعراب. هي جاد فقط لتدل علامة الناس. اما اذا تحركت بكسر. طبعا التاق احنا عندنا اكثر من تاق كضامير رفع اصد محمد. ممكن تكون تاق للتانيس قد تكون تاق انت خرجت او انا خرجته. ممكن تكون للجامعة اه انتم خرجتم ماشي. فهي التاق هي بتحل محل ضمائر كسرة جدا كضمائر رفع. لكن ما اقول المثال هنا اذا تحركت بكسر فهي ضمير رفع فاعل. وليس التاق تانيس. لو التضم تبقى تبقى متكلم. لو بقت مفتوحة تبقى مخاطب. لو بقت فعلا التاق الاولانية لا محل لها والتاق التاني ايه فاعل. شريحة التالية. انتم عرفتمونا. مثال صعب او استيش حتى انت جايبوا الابناء انا. تمام? انتم عرفتمونا. الجملة بها ضمير واحد ولا ثلاثة ضمائر ولا اثنان من الضمائر ولا اربع من الضمائر. اتفضل ساعدتك. انا هنا انت تديني احتمالا ان انا اكثر من ضمير. لا انا عندي الميم ده علامة الجامعة ولو دي بيسموه حرف اشباع. ملهاش محل من الايه? من الاعراب. بس دي جاي عشان تعرفن ان تاق ده ضمير رفع فاعل لجماعة المتكلمين. المخاطبين يعني. وانه ضمير الاخذي. انا عندي ثلاث ضمائر فقط اسم محمد. انتم ضمير رفع في محل المبتدأ. والتاق ضمير رفع محل رفع فاعل. واللي عرفنه ان فاعل الايه? ميم الجامع. اا والو للاشباع. وعنده الضمير الاخير اللي هي ايه? انه اا طبعا هتبقى ايه? مفعول به. يعني لحضراتك عايز تقولي. حضراتك عايز تقولي اني عرفتها هي هي عرفتها هي هي عرفتما هي هي عرفتم هي هي عرفتن. ايه كل اللي قدامي دي بسميها تق فاعل. بسميها تقفاعل. يعني انا ملخي دهاش اوصيش اقول في اللي تحت دي اتنون نسوة. لا اتضمير هنا التاء المخاطب هنا. ايوة. ايوة نعم كده يبني. انا عندي هنا اتضمير انتم وعند الضمير التاء. يعني فعلا سلاسة ايه? ضمائر. اللي بعد يا شباب. انها بقى. اه انتم عرفتمون اتضمير ايه? للجامعة. طيب. لما نيجي نقول انك كريم. انت بحس في انه. هل هقولك كريم? ولا بطبيعة الحال هحول الضمير المتصل لضمير منفصل. اه طبعا انا بحول. هل هدي بقى هو كريم? مع مراعاة حالته ان الكاف ضمير مخاطب. يبقى انا هديد برضو ضمير ايه مخاطب. يبقى انت كريم. طبعا انا سابق انت كريم لان انا للمؤنس. طبعا انا برضو هو ده ضمير ايه غائب. انا مش هديد ضمير ايه غائب. نعم. تماما. الشريحة التالية ما الجملة التي تخلم لنا فعل الجنس لا كسولة لا أحب الصدقة لا الكذب ولا لا منافقة محبوب ولا لا طالب علما مكسر واضحة جدا يا شباب ان هي طبعا انا نفيت هنا ايه نفيت تحقيق الهدف عن جنس الكسالة وهنا نفيت الحب عن جنس المنفقين وهنا نفيت التقصير عن جنس طلبة العلم الوحيدة دي اللي قدامي دي تلاقي اسمها لا عطفة تمام احب الصدقة لا الكذب هتبقى معطوف منصوب علامة نصبه ايه علامة نصبه الفتحة السؤال التالي يا شباب لما نيجي نقول اولئك الرجال الاحرار كفاحهم مشروع نهجه اين الجملة التي تقع في محل رفع خبر المبتدأ اللي هي أولئك يا أستاذنا الفاضد هل كفاحهم مشروع ولا الرجال الاحرار ولا الرجال الاحرار ولا مشروعون نهجوت فضل حضرتك وإيه دل اللي هم عليها عايز جملة تقع ايه في محل رفع ايه خبر المبتدأ أولئك طبعا هو الاسم المغرب بقى اللي بعد اسم الاشارة بيورب مبتدأ مع أولئك والاحرار نعطي لردال اذا الجملة التي تقع خبر كفاحهم مشروع نهجه خبر جملة اسمية لأن الرجال هنا تتارب بدل إن الرجال هنا تتارب بدل إنما لو أنا قلت أولئك رجال لو أنا قلت أولئك رجال هتبقى خبر كفاحهم هتبقى نعتلي أيوة بارك الله فيه ولرب نازلة آخر شريحة أولاد معنا يضيق لها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج وما المحل الأعرابي لجملة يضيق لها الفتى نازلة يضيق لها الفتى الجملة لجملة محل جر نعطي للمحل نصبحا أيوة ولا في محل جر مضافئ إلي إحنا هنرجع تاني هنا كلمة نازلة دي كلمة ناكرة والجملة بعد الناكرات صفاته بعد المعارف أحوال يبقى أكيد يضيق لها الفتى وصفت هذه النازلة هتبقى طبعا في آآ آآ لا ربا أه أن ربا آآ آآ معلش صاح ربا مبتدأ النازلة يضيق لها الفتى يبقى فعلا هتبقى أن ربا اللي بعدها هيبقى مبتدأ مجرور لفظا ما نصبعه محلا وهتبقى جملة يضيق هتبقى في محل رفع إيه في محل رفع خبر جميل الكلام الاختبار التفاعلي هبعته لكم حاضر حالا في الشيرة على طول في السريع ونقول لهم إلى لقاء آخر كان معكم من البحر الأحمر محمد حتح عبدالعادي شكرا السلام عليكم